السفير إيهاب فاهمي والدعم كبير للبعثة والتواجد الدائم مع الفريق أمر مألوف وأصبح من التقاليد الدبلوماسية الرعاية التي يحظى بها الفرق الرياضية خاصة فريق بحجم الأهلي اللي دائما ما يلقى الإشادة لأنه كمان هو فريق متعاون جدا لا يظهر عنه أي مشاكل بيبقى الضيف الخفيف على أي سفارة مصرية بالخارج ده اللي خلى رئيس نادي الترجي بنفسه السيد حمد المقدب يروح المطار في مطار قرطاج يستقبل البعثة ويرحب بالكابتن الخطيب وعضى مجلس الدار ده اللي أنا بقوله هذه خصوصية العلاقة اللي بنا بين الترجي وبنا بين الودان وبنا بين الرجاء وبنا بين الأشقاء في الجزائر وفي السودان وفي ليبيا هذه علاقة خاصة يحظى بها الأهلي لتصرفاته الراقية الرياضية يعني ما بننزلقش حتى احتجاجات النادي الأهلي بتبقى احتجاجات على مبادئ معينة مش ملاش علاقة ولا تنال من العلاقات اللي بينها بين الأشقاء طيب ده كلام مهم جدا